إيه كلمة السر يا فندم؟ يعني إيه المختلف في هذه الانتخابات عن الانتخابات والاستحقاقات الرئاسية السابقة؟ لأنه النهاردة حتى أنا اتبعت في أكثر من لجنة في حالة من حالات التصميم على المشاركة في حالة من حالات أنه لأ اللحظة دي أنا يجب أن أشارك وأن أدلي بصوتي في استشعار كده للمواطن المصري في هذه الانتخابات بأهميتها بشكل كبير جيد ده صحيح وبشكر حضرتك على الكلام ده لسبب بسيط لأن العملية الانتخابية المرة دي لها طعم ولون مختلف خالص بداية من الطموح وهنأجل كلمة الطموح دي شوية للإنسان مرورا بالتعامل من الهيئة الوطنية للانتخابات والرسائل اللي صدرت منها للمواطن اللي حخلت المواطن يبقى يشعر بأن صوته هيبقى مؤثر وهيبقى له دور مهم وصوته هيحترم فبالتالي شجعت المواطن على أنه ينزل وده طبعا بيخلينا نوجه الشكر لقضاة مصر الشمخين اللي سابه النهاردة بيوتهم وراح وحضروا فيه اللجان وإحنا شفنا قدامنا وشفت وأنا بصوت في اللجنة عندي كمان لأنا رحت فيها شفت المعالي المستشارة باحترامها للناس ومساعدتها للناس وبالنزول بالهدوء لخدمة الناس كلام ده كله خلى الناس بقى عندها حب لأنها تدي صوتها وكل واحد بيقوله تاني يعني ما كلنا بنقوله بعض فيه دوائر تأثير يعني كل واحد بيؤسف محيطه سواء الوصدقاء والأصدقاء والأقارب النقطة التانية الإعلام المصري والشركة المتحدة في الدور اللي قامت بيه والعدالة العدالة اللي حس بيها المواطن وحس بيها المرشح أنا خدت بالدقيقة وده خدمت دقيقة الحقيقة تساوي بين الناس وبعدها بصرف النظر عن مين وإيه الرسائل اللي الإعلام عملها بحيادية تامة ولقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين كل دي حاجات خلت المواطن في النهاية بيبقى بيركب بأصول مصري ناصح والمصري يعني زي ما يقول واعي وعارف كويس قوي هو بيعمل إيه ويمكن يبقى يعني كده بيسمع لكن هو واخد خرارات الجزء التاني اللي أنا كنت أعايز أقوله لحضرتك الطموح طموح الإنسان ما بيقفش عند حاجة معينة الطموح احنا شفنا الإنجازات اللي تمت على الأرض الواقع والخدمات اللي تقدمت والتطوير اللي حصل في مصر ومصر بنقول عليها بتنور كل شوية بتطلع لقدام وبتزدهر فالطموح كمان بيزيد فالمواطن بقى عنده طموح فيه اللي هيختاره الطموح ده ما بيقفش عند حد معين طيب الخدمات اللي تقدمت والإنجازات اللي اتعاملت على الأرض الواقع بعض الناس تتفق عليها وتبقى مصطة منها جدا وفيه ناس تقول لك والله الموضوع مرتبط بالحالة الاقتصادية أو غيره لكن الطموح موجود عند الناس وشايفينه أنه مش هيتحقق إلا معه اللي احنا كلنا يعني متفقين على أننا نقف معاه فبالتالي ده جزء مهم جدا خلت الناس تنزل عشان تكمل المشوار بتاعها النقطة الأخيرة اللي لابد من أني أقولها فاطح إحنا شفناها وبوجهه لهم الشكر قوي إخواتنا وأصدقائنا وحبيبنا من رجال الشرطة صحية